السيركادور دار نرسل له رسالة اول حاجة عمك دا كبير يا اخ عمره كبير شديد فرافة بي دار نرسل له رسالة الشيء بتعمل فيه دا السيركادور حرام ومن كبائر الزنوب العظام الدليل مش شغال غنى وبجلم البنات والأولاد وهاليا شجن وهاليا سوزان نورك الدليل واحد قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوى أولئك لهم عذاب مهين من عندهم عذاب مهين في نار جهنم أصحاب لهو الحديث ما هو لهو الحديث عبد الله بن عباس قال هو الغناء عبد الله بن مسعود حلب بالله ثلاث مرات قال هو الغناء رضي الله عنه مجمعين الموضوع انتهى أصحاب الغناء الذي هو لهو الحديث لهم عذاب مهين في نار جهنم حرام ومن الكبائر لأن توعد الله عز وجل صاحب الغناء في هذه الآية وغيرها من الأدلة بالعذاب الشديد كما في آخر الآية أولئك لهم عذاب مهين فده من الكبائر الغناء وإنت الآن بتدعو إلى ضلال وإلى كبائر غناء واختلاط بين الأولاد والبنات تجيبهم ترصهم أه؟ وموسيقى والنبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي بسنة صحيح قال في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ قيل متى يا رسول الله قال إذا ظهرت القيان النسوان والبنات البغنان يوم البلين ومسر قدور ذاته هاي لا سوزان هاي الجميل وقده بجوز ياخي قول الغناء حلال بجوز تقول ليه بيت كذا أخي دي ما بيتك ذاته وانت بجوز تقول ليه كذا حرام يا أخي يا عمك توب إلى الله عز وجل وارجع إلى الله سبحانه وتعالى والله ياخدت عمرك كم وفضل كم النبي عليه الصلاة والسلام قال أعمار أمتي نحن ما نقول أننا أنت كافر أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الحديثة بيش ملا أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وقليل من يتجاوز ذلك وبعدها ما تترك لك تسجيلات وأعمال باطلة أعمال من كبائر الذنوب العظام تلحقك بعد موتك وزره اسمها لأن النبي عليه الصلاة والسلام ده ما كلام ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أصلوا كلامنا نخلي في المحل ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة اتق الله وارجع إلى الله سبحانه وتعالى وما تضل إلى الأمة يا أخي ما تضل إلى الأمة في التلفزيون وفي الراديو ثلاثة ساعات ونص برنامج ضلال في ضلال والأغنية السودانية وغناها كرومة ولما أنا ركبت مع حوى التقطاقة في الحافلة وقالت لي ده كل حرامي ترجمة نانسي قنقر